اشتركوا في القناة وتطرقوا الى ما يجمع البلدين من علاقات اخوية متينة وحرص مشترك على موصلة ترسيخها لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين كما تطرق اللقاء الى ما تشهده علاقات التعاون من تقدم مستمرة على جميع المستويات وهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم اولويات التنمية في البلدين وذلك انطلاقا من الروابط الاخوية ورأيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما الى التقدم والازدهار حضر اللقاء سمو الفريق اول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن احمد الخليفة وزير الديوان الملكي فيما حضر من الجانب الاماراتي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من المسؤولين